عربت منظمة هيومن رايتس ووتش عن قلقها البالغة بشأن نزهة لجنة الانتخابات في ميانمار قبل الانتخابات البرلمانية التي ستجرى الأحدى المقبلة وقالت المنظمة إن لجنة الانتخابات على علاقة وثيقة مع حزب اتحاد التضامن والتنبية الذي يدعمه الجيش وأن رئيس اللجنة كان عضواً سابقاً بالحزب يذكر أنه هذه هي المرة الأولى التي يسمح فيها للصحفيين والمراقبين الأجانب بمتابعة هذه الانتخابات التي تقول السلطات إنها ستدخل البلاد إلى مرحلة الديمقراطية الكاملة بينما يشكك مراقبون في ذلك على ضوء الاضطهاد المستمر لمسلم أروهينجا وإقصائهم من المشاركة في الانتخابات ترشحاً وتصويتاً